برحب بحضراتكم من جديد والحقيقة شرف لنا هنا في السادسة أن يكون أول ظهور لكابتن محمد عامر نجم الأهلي السابق يكون معنا النهاردة نجم من نجوم النادي الأهلي تاريخ كبير ومن الجيل الزهبي الحقيقة بطولات كتير مع النادي الأهلي ومنهم بطولة أفريقيا اللي أكيد هنتكلم عنها بالتحديد برحب حضرتك أهلي منك يا صاحب منوارني في السادسة الله أعلمك وانا مبسوطة أن أنا معاك النهاردة إن شاء الله وأنا مبسوطة أكتر وعندنا كلام كتير على المنتخب وعلى النادي الأهلي نبدأ بالمنتخب وخليني يبدأ مع حضرتك بأنه شايف بعد مباراة مباراة طبعا منتخب مصر وجزر القمر شايف إيه أوجه الاختلاف بين المباراة دي ومنتخب مصر الفترة اللي قبلها سواء بقى مباراة كينيا ما هي مباراة كينيا اللي كان عليها دايما الهجوم على حسام البادري وعلى المنتخب بصفة عامة مباراة كينيا طبعا كانت مباراة سيئة جدا جدا من حيث المستوى لكن أنا دايما أما أتكلم على مدرب زميل ليه دايما أحط نفسي مكانه وحط نفسي في نفس الظروف اللي هو يعني اتحط فيها في هذا المكان حسام البادري طبعا اللعيبة كلها يعني اتجمعت في خلال أربع خمس أيام فيه لعيبة جت قبل الماتشب بـ 48 ساعة ودايما اللاجندة الدولية أو القوانين الفيفا بالنسبة لاستقدام الناس المختلفين اللي بره ايا قبل الماتش بـ 48 ساعة ايا قبل الماتش بـ 72 ساعة فما كانش فيه الوقت اللي يحصل فيه الانسجام والترابط بين اللعيبة ويبقى فيه فرصة اللي يبقى فيه ماتش ودي يناسب الفرقة اللي أنا راح ألعيبها زي كينيا من نفس المدرسة كل دوة طبعا بيجي على حساب الأداء والانسجام والترابط في الملعب فطبعا يعني كينيا أنا كنت شايف أنها فرقة طيبة قوي فرقة مش على قد المستوى متخب مصر خلى السوشيال ميديا كلها بتهاجم حسام البدري وتهاجم اللعيبة لكن طبعا الظروف كورونا والظروف المنتخب محطوط فيها أنه هو بتجمع في فترات أو الوقت اللي ما يدرش ياخده حسام البدري عشان يقدر يمرن ويحفظ كلام دا كله ممكن كذا حد يقول لك طب ما دا بيحصل مع كل المنتخبات في العالم ما بقاش فيه وقت زي الأول أن يبقى فيه معسكرات ومباريات ودية وغيره ما هو أنا معاكي بس فيه ظروف يعني اللعيبة لعيبة الأهل والزمالك بتلعب في أفريقيا اللعبة بيريمز بتلعب في أفريقيا فيه إجهادات برضو على اللعيبة فيه ظروف كتيرة محاطة باللعيبة لكن برضو يعني وده مش مبرر لكن بنقول أنه هو يعني في ماتش في ماتش مبارح الصورة حسنت تماما وده يرجع للإعداد النفسي والزهني من حسام البدري للعيبة اللعيبة عارفت أن فعلا لابد أن هم يعني أي نعم المباركة التحصيل حاصل لأنهم وصلوا بالتعادل مع كينيا واحد واحد ولكن الصورة حسنت جدا مبارح في الشوط الأولاني عملنا شوط عالمي لكن برضو الشوط التاني رجعنا هدينا شوي رجعنا هدينا وكائمنا شبعنا خلاص جبنا أربع أهداف الأول والدين يعني يعطيك ولا هتشتريها يعني هو دايما الفرقة المصرية يكسب يتطمن بجول تاني ينام وبعدين ممكن فرقة زي فرقة ضعيفة ممكن في الوقت اللي هو بينام فيه أو بيكسل فيه ممكن يتعادل وممكن يتغلب ويمكن زي ما قلنا مباراة زي دي كانت خلاص تحصيل حاصل منتخب صعد وجزر القمر صعد ولكن فيه مباريات تانية مش هيبقى ينفع أبدا أن أنت تكون متطمن اللي أنت كسبان بهدف أو اتنين وتبدأ تريح أو تهدأ يعني مفروض يبقى دايما عندك رغبة طول ما أنت عندك فرصة أنك تهدف وأنك تكسب وأنك تجيب سكور أعلى أنك تعمل ده ده طبعا هو يعني اللي كان مفروض حسين البدري يعمله أنه مجرد أن المنتخب تجمع والمحترفين جم وما عندهش غير يومين ثلاثة أو أربع خمس أيام يعني وقت التدريب أو وقت التخفيز ووقت اللي اللي عيبة تعيش مع عيش معسكر يعرفون يقدر أن هما يتجنسوا مع بعض زهنيا وفي الملعب حسين كان مفروض أنه هو يحط السيناريو للمباراة يعني يبقى عارف أنه هو أول ما كان يكسب واحد سفر في ماتش كينيا كان مفروض أن اللعيبة تبدأ تحتفظ بالكورة تبدأ ما تفقتش الكورة بسهولة نظرا بقى للإجهادات اللي موجودة نظرا أن اللعيبة برضو كان بعيدة عن بعض ما فيش ربط بين كل لعيب وبعض وما فيش ربط بين الخطوط كان يقف على الخط ويكلم ويوجه اللعيبة يعمله إيه أي دعم آه هيكلم كتير هيزعف كتير في الملعب لكن السيناريو اللي يحطه على قد أيام التدريب على قد التجمع اللي عمله كان يحصل ويبقى حافظ ماء الوجه بأنه هو طلع برضو كسبان لأن فرقة زي كينيا فرقة ضعيفة راحت علينا 3-4 مرات اتعدلوا كان ممكن يجيبوا جول كان يبقى كان يبقى شكلنا مش مزبوط أي نعم إحنا حققنا الهدف صلحنا الصورة في ماتشي مبارح ده جميل ده صفحة بقى وحنطويها ونبدأ نفكر في تصفيات كاس العالم المؤهلة تصفيات المؤهلة الكاس العالم في قطر التنوشي نتكلم عنه نتكلم كمان أكتر عن مبارات مبارح بس برضو عايزة أسأل حضرتك كابتن محمد وانت بتتكلم على السوشيال ميديا وانتقادها لكابتن حسام البدري أو للمنتخب الفترة اللي فاتت ويمكن على وقت حضرتك بما بتلعب ما كانش فيه السوشيال ميديا أصلا لا لا خالص ده احنا كان القناة الأولى والتانية والساعة 12 القنوات توشي أنيه أريح يا كابت نعم أنيه أريح دلوقتي العصر ده اللي بيلعب في المنتخب أو بيلعب في النادي الأهلي احنا كنا ما كنا بنلعب في النادي الأهلي كان فيه جمهور عريض جدا يعني الجمهور كان بيحضر أكتر من دلوقتي يعني احنا كان الاستاذ القاهرة ده 100-120 ألف كان بيبقوا موجودين في الملعب واحنا كمان كنا بنلعب للجمهور وما كانش فيه احتراف ولا كان فيه فلوس احنا ما كنا نأخذ فلوس أصلا يعني ما كانش فيه احتراف عشان اللعيب لأبو ميت مليون ولا restoring وعشرين مليون واللي بيدفع فيه كل الفلوس دي. يعني أنا أنا جيت النادي الاهلي بسبعة تلاف وخمسمائة جنيه. طار الشيخ جاب سبعة تلاف جنيه. يعني يعني فلوس لا تذكر. لكن احنا كنا بنلعب. فعلا الجمهور كان بيحركنا. يعني نعم الجيل بتاعنا في كل أنديات مصر كان فيه العيبة كويسة جدا. جيل بتاعنا في النادي الاهلي كان جيل جامد جدا. يعني أي واحد فينا. جيل ذهبي. يقوم بفرقة. طبعا. احنا كنا 30 لعيب. كلنا أحسن من بعض. كان اللي بيخش الـ 11 لعيب ده كان يعني بيبقى بطل. اللي بيخش الـ 18 ويبقى احتياطي بره. بيبقى قاعد متحفز لخمس دقائق ينزيل لهم عشان يحط رجليه. واللي بيحط رجليه ما بيشلهاش ولا بتضلين. لأنه عارف لهو حتى هوى اتصاب بعد بس كده. واحد يخش مكانه ومش هي مش هيجوف نفسه تاني. اه. فكده كده الضغط موجود والمسؤولية موجودة يعني مش نقصين سوشيال ميديا يعني. هو نادي الأهل اللي عودنا أو علمنا ان احنا دايما نبقى متحملين مسؤولية نادي كبير. يعني النادي بيلعب على البطولات بس. مش بيلعب على انه يبقى في المنطقة الدفية ولا في منطقة الوسط أو بيصرع على الهبوط. لا. ده بيلعب على حاجة واحدة بس هي البطولة. فكان بيغرز فينا اه 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 ازاي ننزل نجيب التراتة بنت. يبقى عندنا رغبة في الفوز. عندنا رغبة في احراس البطولة. فدي كانت موجودة. الرغبة دي كانت بتحملنا مسؤولية كبيرة جدا. لان احنا بنلعب باسم احسن نادي في افريقيا كلها. طبعا. وتشجيع جماهرنا لينا. وحضورهم في كل مباراة. بهذا بالشكل الكبير دوت. كان بيحملنا ناحية مسؤوليتنا. كان بيحملنا مسؤولية ناحية جمهورنا. ان احنا لازم نفرح جمهورنا. باداء وبنتيجة. احنا كنا لما بنقف في استاذ القاهرة وبنقرى الفتحة. وكنا نكلم بعض نقول يا جماعة احنا عايزين النهاردة نفرح الناس دي ونشور على الجمهور. فكان حتة نوع المسؤولية عندنا كان مغروس فينا اصلا. طب شايفة ايه الفرق ايه الفرق بين الجيل بتاع حضرتك والجيل الحالي. ايه الفرقات اللي بتشوفها تقول على ايامي ما كانش فيك كلام ده؟ ايه هو حتة المسؤولية. اه. يعني هو يعني الجيل بتاع اليومين دول محتاج الشحن المعنوي كتير جدا. محتاج التأهيل الزهني لكل المباراة. ان كل لاعب يبقى عارف وفريق نازل عارف قيمة هذه المباراة للبطولة اللي بيلعب فيها. اه. كون ان فيه فرق بين مباراة كينيا والمباراة ينبارح. ده فرق كبير. اللعيبة غير. وهما نفس اللعيبة اللي كانوا بيلعبوا. فيه تغييرات بسيطة حصلت. وضغط او الضغطات اللي كانت محتوطة على العيبة في انهم عاوزين يكسبوا او يتعدلوا عشان يحققوا الهدف انهم يوصلوا لنهايات افريقيا اتشال من عليهم. لكن ده بيبقى. او يجي هنا دور الجهاز الفني والاداري. طيب شفت ازاي ضغط الجماهير والسوشيل ميديا. انت مع ده ولا ضده؟ مع انه شايف ان ده في مصلحة المنتخب ومصلحة كابتن حسام البادري انه يشوف الناس بتنتقد وشايف ان فيه مشاكل في المنتخب وان ده مش منتخب مصر ولا لا مش المفروض. لا بس انا مش عاوز انتقد وانا مش عارف الظروف اللي بتحيد بالمنتخب ايه. مش عارف الظروف اللي بتحيد باللعبة ايه. حسام البادري اه عاوز يكسب. ومصلحته في المستوى العالي للعيبة. يعني اه فيه ناس بتنتقد حسام البادري يقولك انت ملعبتش ليه محمد شريف. لا كان يلعب على مصطفى محمد. ده انت ملعبتش ليه فلان. كل واحد ليه وجهة نظر. وكل واحد وجهة نظر تحترم. لكن حسام البادري بيشوف مين احسن واحد في الماتش ده. مين ينفع الماتش ده. ومين ما ينفعش الماتش ده. مين مستوى اعلى من التاني. وبيلعبه. عشان هو عاوز يكسب. فاللي مش عايش في المطبخ بيقول اي حاجة. اي كلام. حسام البادري يعني هوجم بشكل. وفيه يعني فيه ضراوة شديدة جدا عليه. انه هو يعني يعني مستوى المنتخب مش مش كويس. فيه صروف. هو عاش فيها. اعتقد انه هو بيطلب دلوقتي وقت. انه يتمرن احسن. يعمل مباريات مدية. وده حقه. انا اشتغلت مع كابتن محمود الجهري خمس سنين في المنتخب. بعد تسعين. كنا بنعمل معسكرات. والمعسكرات دي اولا بتقرب اللعبية من بعض. لعبت الاهل والزمالك. كنا بنبايت لعب من الاهل مع لعب من الزمالك. في قوضة واحدة. وهم بيتألفوا مع بعض في الملعب وخارج الملعب. ودي حاجات مهمة جدا. على وعال ان بتدي فرصة للموديل في انه هو يحط بصمته مع اللعيبة. يحفظ اللعيبة على كل حاجة هو عاوزها. عشان يبقى قاعد برا ما يتكلمش كلمة من على الخط. يبقى قاعد حاطة رجل على رجل عارف ان اللعيبة محفظها في التمرين. وعارف انها هتعمل ايه في اللعيبة. سألك بقى على كم لاعب في مبارات مبارح. بس عايزة ابدأ بمحمد شريف. مش عشان جاب هدف. بس عشان تحركاته في الملعب. عشان سرعته. علشان بشوف ان اللعب ده كابتن يعني مش شرط يكون بياخد مباريات بشكل اساسي دايما مع النادي الاهلي علشان لما تحتاجه تلاقيه في الفورمة. دايما موجود في الفورمة. سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب. شفت ازاي في مبارات مبارح. بصي انا يعني لو متابعاني على السوشيال ميديا انا بروح كم حتة. محمد شريف انا بقول هو رأس حرب الفترة القديمة. هو مصطفى محمد. محمد كل واحد فيه ميزة عن التاني. يعني مصطفى محمد. محطة كويسة جدا. قوي. بيقدر يحضن على الكورة. بياخد كل الكورة العالية بشكل جيد جدا. خاصة الوفرات على الجناب. محمد شريف من النوع اللي بيتحرك بشكل كبير جدا. بيخلق مساحات للناس اللي جاية. سريع. لو فيه واحد ضد واحد عنده قرار. بيقدر عنده التصرف اللي يتصرف به بالكورة بشكل جيد. هداف. عنده احساس بالتلات خشبات. حاجة جميلة جدا. بصراحة يعني. انا اتبسطي جدا. انه حسام البدري اداله. وحسام البدري حتى لما تبص للمباراتين. هو حسام البدري طبعا في الماتش بتاع كينيا. كان حريص شوية. في انه هو حتى لما تيجي تبص لنص الملعب. تلاقي فيه تلاقي طرق حامد. حمد فاتحي. حمد فاتحي. اتنين ديفندر ديفندر. ومن قدامهم قفشة. مم. فكان عاوز يمسك نص الملعب ويحافظ شوية. لانه برضو ما هو مش عارف كينيا بالشكلك. بس كان في انتقاد في النقطة دي ان انت جايب اتنين يعني نفس الوظيفة في الملعب جنب بعض. ما هو عشان حريص شوية. هو الاتنين ديفندرات. ما عندهم شي الطابعي الهجومي. مم. غير انه قفشة قدامهم. بيأمينه قفشة. لانه قفشة هيلعب حر في المنطقة اللي هي تحت الروس الحربة. وبالتالي حينضموا لما بنفقد الكرة ينضموا للديفنس بتاعنا بحيث ان ما يخلوش في بقى فيه كرات خطر علينا. فهو كان حريص شوية. حرصه دوت جاء على حساب ان احنا ما حطناش غير جول واحد. وجول واحد قلقنا. وتعدلنا. وقلقت مش شكل في الآخر. يعني انت تعادلت وحققت الهدف بس خفت من اللي جاي. يعني خفت من بعد كده. انت في تصفيات كاس العالم. وفي البطولة نفسها. يعني دايما بنقول لازم ادي رسالة قوية للمنافسين. ايوة. ان انتخب مصر لا موجود وجاي نفس على اللقاء. عشان كده هو عشان عايز يدي رسالة قوية للمنتخبات لما يروح حتى بتصفيات افريقيا. او يروح تصفيات كاس العالم اللي جاية. هو لعب في الماتش التاني. لعب سولية. ولعب بالنني. النني. ما انا كنت عايز اسألك بقى على النني والسولية. اه. الاتنين. وقدامهم افشل. يعني هو برضو حافظ على كيان او هيكل الفريق. ما غيرش كتير. يعني غير قدام بس مصطفى محمد. لعب مكانه محمد شريف. وغير اه. مكان محمد هاني. وغير اه. منا بتكلم خط خط. يعني اه. وغير في. نزل السولية. ونزل النني. مكان طريق حامد وحمدي فاتح. بزب. اه. اه. اه افشه. كان لعب الماتش اللي هناك. والماتش اللي هنا. بزب. اه. اه. فهو لما لعب الاتنين اللي هم النني والسولية الاتنين دول عندهم الميول الهجومية عندهم بيسددوا كويس من بره الثمانتاشر وبياخدوا القرار عندهم رؤية كويسة جدا فعشان كده هو في شوت في نصف ساعة أو في أربعين دقيقة جاب أربعة جوال لو طلاحظي النني جاب جول الأول جول اللي جبناها هو النني هو طبعا ناس عملت هجوم كبير جدا على حسام البادرية بسبب النني لأن النني مستوى العالي جدا مع الأرسنال في الفترة الأخيرة كان يعني يؤهله أنه هو يلعب من أول لمباراة لكن هو ليه وجهة نظر ووجهة نظر تحترم احنا جابين موديل فني مش عشان السوشيال ميديا يجيبوه يمين ويجيبوه شمال احنا بناديله الحرية أنه هو يتصرف زي ما عاوز لأنه المسؤول الأول والأخير يعني أنه يجاو الأداء هو اللي هيتحاسب هو الهدف ولا لا عنده هدف في الوصول لكاس العالم برضو جاي هيبقى برضو يعني إحنا معه مع حسين البدري وبعدد ده مدرب المنتخب وإحنا يعني مش هنستفيد حاجة أنه نهجمه ومن خلوش يعرف يشتغل هي مش بيبقى مهاجمة يا كابتن محمد يعني في بقول يعني بلسان الناس اللي ممكن تبقى بتتفرج علينا في الحتة دي بي في بس غيرة على المنتخب في حتة النقطة طب ليه نص الملعب كده طب ما أنت عندك كابتن أرسنال طب ما تنزله فهي مش بيبقى المقصود كابتن حسين البدري أنه هو يتم مهاجمته أو منتخب مصر أنت عارف قد إيه المصريين بيعشاق الكورة فلهو بيبقى كل واحد عايز أنه المنتخب يظهر بأفضل شكل دي خصوصا يا كابتن محمد ومعرفش تتفق معي ولا لا بقالنا فترة ما شفناش الشخصية بتاعت منتخب مصر من أيام كابتن حسن شحاتة كده نفسنا نرجع للأيام دي ونشوف الكورة الممتعة الهجومية بتاعت المنتخب الأجيال اتغيرت كله كله اتغيرت يعني الجيل بتاعنا غير الجيل بتاع أبوتريكا وبركات بس الجيل الحالي كويس يا كابتن جيل كويس جيل كويس بس هو جيل حتة تحمل المسئولية لازم على طول ما نغيبش عنه لازم نشحنه نخلق له دوافع جديدة بالزبط الله ينور عليك يعني حتة الدوافع دي ممكن يعني مثلا أنا كنت ماسك أسوان زمان في سبعة وتسعين وكان معي على عيبة جندين جدا والله يعني أنا عملنا موسم احنا طرعنا خامس في موسم دوت وكان أول سنة يصعدوا للدور الممتاز كنت بشتغل على دوافع أنه أنت النهاردة أنت بتلعب في أسوان بكرة تروح الأهلي بكرة تروح الزمالك بكرة مش عارف إيه بيلعب هو على الدفع دوت الدوافع دي مهمة جدا احنا كان جيلنا مش محتاج دوافع بالرغم ما كناش بناخد فلوس احنا سنة 82 خدنا بطولة الدوري وخدنا أول بطولة أفريقية للنادي الأهلي من كتوكو في كوماسي خدنا في بطولة الدوري ألفين جنيه وبطولة وكان ده أكتر مبلغ خدنا في حياتنا أنا شخصيا من سبعة وسبعين لسبعة وتمانين عشر سنة في النادي الأهلي ده أكبر مبلغ خدته في حياتي في النادي الأهلي نشر ألف جنيه عشر تلاف جنيه بطولة أفريقيا واتنين ألفين جنيه دوري فالدوافة عندنا كانت حب الجمهور لنا حبنا للجمهور عايزين نفرح جمهورنا عايزين نجيب البطولة البطولات لنادينا كان مش زي الجيل بتاع النهاردة هل الفلوس دلوقتي رقم واحد عند الجيل بتاع النهاردة؟ رقم واحد النهاردة اللعيب عاوز يبروز الجنيه ويسجد له استغفالله العظيم يعني لا مش عايزين نقول بقى فيه فيه أكم لعيبة سابوا أماكن هنا في النادي الأهلي وراحوا عشان الفلوس كنت بتشوف ده ازاي يا كابتن لما بتتابع المواضيع دي أنا شفته في نفسي لما لما جالي النادي الأهلي عرض علي أن أنا أنضم من كفر الشيخ وأنا في كفر الشيخ لعب بلعب في الأقليم وبلعب في الدرجة التانية كان جاي لساعتها سفرية السعودية مع الكابتن عم صالح وحشان رحمة الله عليه أنا وحمد نوح ومجد كامل لعبة مكنتش انت يسا جيتي لعبة كبار لعبة كبار ولعبة كويسين لا كان جاي لعرض السعودية بفلوس كويسة أنا فضلت ألعب للنادي الأهلي وابقى لي بقية بعد ما بطل في النادي الأهلي وبعد ما لعبت عشر سنين في النادي الأهلي كان لي بقية فعلا في التدريب أنا ضربت خمسة عشر سنة باتضرب بشتغل في مدير فن فالنهاردة بقت المادة هي كل شيء المادة أي نعم وسيلة لكنها مش كل حاجة مش كل حاجة وده حقهم خلي بالك لأن العالم كله شغال على كده فين أكتر بروح بغض النظر بقى أن أكتر ده فين حتة هل ده صح أن المفروض يكون الفلوس رقم واحد وبعد كده يجبقى الانتماء وحب الجماهير والولاء ما هو ده بيرجع لشخصية اللعيب نفسه بقى ده بترجع لي هو يعني أنا عن نفسي أستغنى عن أي حاجة في سبيل أن أنا أكسب حب الناس ومزعلش ندية اللي رباني ويداني اسم وجماهيره الجماهير اللي خليتني أبدع في الملعب واشتغل بشكل كويس وأرفع من مستوية الجماهير دي يعني أنا أعتقد الجماهير دي برضو الولاد دول اللي هم حاليا اللعبا بتعلمين دول محتاجين الجماهير الجماهير لما هترجع كل واحد هتطلع أحسن ما عنده فالجماهير مهمة جدا في الملعجاني طيب خلينا بقى نروح لمباراة المريخ نادي الأهلي احنا قفلنا بقى صفحة المنتخب روح للنادي الأهلي ونتكلم على مباراة المريخ هتكون يوم السبت إن شاء الله والفرقة هتسافر بكرة شايف المباراة دي بيتمثلنا إيه ومدى أهمية الفوز بمباراة المريخ أولا النادي الأهلي يعني بداية من مباراة فيتا كلوب اللي حصلت هنا وتعدلنا فيها ورحنا لعبنا فيتا كلوب المباراة العودة هناك وظهر لعب النادي الأهلي بشكل جيد هناك خارج ملعبهم يعني قدونا صورة جميلة جدا على تحمل المسئولية وعلى إنهم فعلا عارفين إن هم متحملين مسئوليتنا دي هم ونادي كبير فمباراتهم مع هم دلوقتي لازم يجهزوا نفسهم كويس جدا إنهم يكسبوا المريخ برة وحنرجع على آخر مباراة لنا مع سنبا فمكسبنا برة ومكسبنا مع سنبا حيركبنا المجموعة كلها وده حي يعني حيوصلنا للدور الربع النهي إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله شايف المنافسة بقى إزاي بعد كده في البطولة شايف مشوار النادي الأهلي سهل صعب هل زي النسخة اللي فاتت؟ لا لا صعب ما فيش حاجة سهلة بصي يعني حتى المباراة اللي احنا لعبناها ومع فيتا كلوب كان الماتش بتاعنا في مصر النادي الأهلي ضيع ولا خمساشر جول يعني ضيع فرص ما تضعش لو هو عاوز يضيعها بعد كده لو لعبنا الماتش ده مليون مرة هنكسبهم المليون مرة فالنادي الأهلي دايما لما بيعمل حساب الفرق بيكسب وكانت المنافسة الحقيقية بيننا وبين فيتا كلوب لإن فيتا كلوب هو كان كنا احنا أربعة بنت وهو أربعة بنت وكان لازم نكسبه برا عشان نكسبه عشان يزيحه من قدامنا خالص لو التعادل كان هيخلي الأمور في إيد غيرنا لإن احنا لما نتعادل مع فيتا كلوب مش هنقابله تاني ده كان ماتش العودة فكان لازم احنا نكسبه عشان نتفوق عليه وبعد كده يبقى الأمور في إيدينا احنا الأمور دلوقتي في إيدينا ان احنا نكسب المريخ نكسب سيمبة في مصر ان شاء الله بعد المريخ عشان نحتل أول مجموعة وماتش المريخ مش سهل النادي الأهلي وهنا برضو هيبقى فيه دور لصدعب حفيز مدير الكورة والجهاز الفني والإداري في أن هم برضو يحفزوا اللعيبة بشكل كبير جدا لأن طبعا على مدار حياتنا في الكورة دايما لما كنا بروح للعب المريخ للعب الهلال السوداني كنادي أهلي فيه ند بيننا وبين أخواتنا في السودان أخواتنا طبعا في السودان لكن في الكورة كان فيه ند كبير جدا بيننا وبينهم يعني وعلى مدار المباريات اللي فاتت نادي المريخ اتعادل مع سيمبة اتعادل وكان ممكن يتفوق عليه فالمباريات مش مضمونة فلابد أننا نحترم الخصم نحترم المريخ ونروح على أن احنا عايزين نكسب باحترامنا لي فكده هنكسب وإن شاء الله نرجع نتقابل مع سيمبة ونكسبهم كمان ونبقى أول مجموعة إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي الفترة دي بتعيش أجواء مختلفة قوي يا كابتن يعني بتتكلم على ضغط مباريات شهر إبريل بس ثمان مباريات ومختلف المسابقات باكس مصر على دوري على دوري أبطال أفريقيا أن أنت تفصل بين ده وده وده واللعيبة تبقى مركزة قوي في كل حاجة على حدة يعني ده بيحصل إزاي إيه دور الجهاز الفني مفروض يعمل إيه عشان يخلي اللعيبة تقدر تتعامل مع ضغط المباريات دي والبطولات المختلفة بصي شوفي يعني هبنتكلم على السوشيال ميديا والهجوم ما هو كابل لكده برضو الناس هاجمت موسيماني برضو عشان خاطر الأداء والنتائج بسبب بيتا كلوب عندنا سفريات وربعات والسفريات ده هم كمان بيسافروا بطيارة خاصة دلوقتي ده احنا كنا بنسافر ترانزيت مش عارف في كنيا 8 ساعات في الكاميرو هنا 4 ساعات على البال ما توصلت في يومين بالطيارة يعني كماسي لما رحناها رحنا 14 ساعة في الجو 14 ساعة بطيارة حربية 14 ساعة وما نزلناش ترانزيت يعني طائمين طيارة كانوا بيغيروا فالاجهات ده كله ممكن يجي في الدروب في ماتشي في الدوري يبقى نبقى نبقى وعشين لكن حققنا الغرض وكسبنا على الاسم ما فيش مشكلة ده كل ده وارد حضرتك بتكلمي دهوقتي عن في عشرة ايام هيبقى فيه كم ماتشي هيبقى الشهر الجاي 8 مباراة يعني كل يومين مباراة كل 3 ايام مباراة ستة في رمضان واتنين بعد رمضان هنا دور الجهاز الفني والطبي بصفة خاصة الطبي اه في عمليات الاستشفاء ونرجع اللعيبة لحالتها الطبيعية تاني النهاردة الامور دي بقت موجودة وموجودة في العالم كله وموجودة عندنا في النهار الأقلي من زمان يعني اللعيب ممكن نرجعه لحالته الطبيعية بعد ما يخلص الماتش يبقى بعد ثلاث ايام حيلعب ماتش تاني حيلعب بنفس القوة بنفس الكفاءة اللي كان اللعب بها الماتش اللي قبليها لان في مغتص في مغتص تلج مغتص سخن حاجات الدكاترة على طول الجهاز طب يقام بيدوره على أكمل وجه مع اللعيبة في النهو بيعالج اللعيبة اللي عنده كدمة اللي عنده تعبان من تعب معين يعني لازم يبقى فيه اهتمام زايد شوية عشان نواجه القصر الفترات القصيرة اللي هي بين الماتشاكة طيب بتشوف ازاي بقى مستر بيتسو موسيماني هو بيتعامل مع لعيبة النادي الأهلي فنيا ونفسيا يعني ما عادش مع حضرتك من ساعات بيتسو موسيماني أول مرة أتشرف بحضرتك شايف ازاي من هو بقى أول ما تولى المسئولية بالنادي الأهلي ايه الفروقات اللي حصلت مين اللعيبة اللي تطورت أكتر تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني بص هو موسيماني راجل أنا طبعا أنا ما تعملش معا من قريب يعني لكن من بعيد كده بحسه دو راجل طيب طيب جدا وهو بيتعلم من أخطاء هو بيقص ساعات بيخطأ في مثلا في التشكيل ساعات بيخطأ في قراءة المباراة الميزة اللي فيه إنه هو بيتعلم من أخطاءه وبيصلح ودي حاجة كويسة جدا الانسان هيفضل يتعلم لغاية لما يموت عمره ما هيجي يجيله فترة يقول خلاص أنا تعلمت كل شيء أنا جهبوز الجهابزة مفيش إنسان كده أبدا فدي من مميزاته الحاجات التانية من المميزات الجميلة اللي فيه إنه هو قريب للعيبة واللعيبة بتحبه وعلى طول واقف على الخط متعايش مع المباراة بيقوده المباراة بشكل كبير جدا مع طبعا سامي أمسون يعني بشكل جيد يعني بتحس إنه هو مندمج مع اللعيبة واللعيبة بتحبه فنيا زي ما قلت حضرتك كده هو فعلا لما بيخطأ بيصلح من خطأه وده نحن بنحس بيه كمداريين فنيين من بعيد بنحس إنه هو أخطأ في مثلا في مباراة فالمباراة اللي بعدها بيصلح هذا الخطأ أولا رجوع اللعيبة اللي هي كانت المعارين المعارين زي محمد شريف زي ندفد زي مصر المناهر زي صلاح محسن وده برضو يعني بحس إنه هم بقوا لهم ثقل في فريت الناد الأهلي ودورهم حيبقى دورهم جاي يعني محمد شريف النوردة بدأ يحط أقدامه بشكل كبير جدا وأنا بصراحة من الناس اللي بقيدوا اللي بحبوا جدا أفشى كمان من اللعيبة اللي هو قدر إنه هو يخلى يطلع كل اللي عنده يعني أفشى النهاردة من مباراة النادي الأهلي لمباراة المنتخب مبارح يعني بيتقلق وبيحط جوله وبيعمل أسس تلات أهداف حاجة جميلة جدا النهاردة برضو ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم بدأ برضو معاه بالتدريج النهاردة ياسر إبراهيم من أحسن السردباكات في مصر يعني حاجة جميلة جدا أيمن أشرف أيمن أشرف أنا بسميه قلب الأسد مقاتل يعني قلب الأسد فعلا بتحطيه باكليفت بيلعب بحطيه سردباك بيلعب بتحطيه في أي مكان بيلعب يعني ده بصراحة حاجة جميلة جدا أنا يعني مش عايز أقول إن كل اللي عبت نادي الأهلي بقت دلوقتي على قدر كبير من المسئولية وده بحس من مسماني في تصريحاته وهو كان رايح في تكلوب قال أنا رايح أكسب وارجع وفعلا وده مش من فراغ هو مش غرور خلي بالك فيه ثقه بينقل الثقة دي اللي لعبته وده مهم جدا في المباريات وقال الكلام ده برضو هو رايح المريخ وأنا عارف إنه هو إزاي بيوصل اللعيب إنه يتحمل مسئولية المباراة ويتحمل إنه هو يكسب المباراة ويرجح كسبان أكيد هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجم الأهلي كابتن محمد عمر أهلاً بحضراتكم ورية تانية لسه منعوارني نجم الأهلي السابق كابتن محمد عمر ويمكن في الفاصل كنا منتكلم يا كابتن مع بعض بندردش كده فجات سيرة اللقطة بتاعت محمد صلاح في مباراة 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 مع المنتخب وحضراتك ليك تعليق عليها والله يعني بصراحة أنا شايف إن حاجة عديدة بتسيق لمحمد صلاح نفسه وبعدين إحنا في وقتها فيه كورونا وفيه وباء وفين بقى الضوابط في الانصورة معنا يا كابتن يعني كورونا طيب يعني حتى إنه نخاف على مستقبل الرجل ده علشان ده ليه مستقبل كبير إزاي دول دخلوا إزاي طب حيخشوا عشان يتفرجوا بيعطوا في المدرج يخشوا الملعب إزاي إزاي دول دخلوا ده أنا وأي حد من زميالنا لو راح الأستاذ عشان يخش يتفرج على الماتش وإحنا كمعرفين الناس بيبقى صعب جدا بيبقى صعب جدا والإعلاميين والصحفيين ومفيش مشكلة إنه يكون صعب لازم بتصريحه ولازم مش عارك بيه دول دخلوا إزاي من المسؤول عن دول ومش هنقول بقى غير علامة استفهام بس يعني دول دول بيسيقوا 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 لينا احنا احنا كشعب بيسيقوا بيسيقوا لينا بيسيقوا لمحمد صلاح اللي هيروح ليفربول هناك يقولوا ايه ايه المناظر دي ايه المناظر دي محمد صلاح يعني شخص عالمي واي لقطة عالميا يعني الزنب مش عليهم الزنب على اللي دخلهم من اللي دخلهم هو طبيعاً محمد صلاح شخص محبوب جداً وفيه جماهير كتير بتجري وراءه لكن بيبقى فيه يعني الوقت والزمان ويعني قوانين برضو ما يبقاش في قلب مباراة منتخب مصر وبعد المباراة لقي ناس نازلة على أرض الملعب يعني من هنا جات ماشي ماشي نقول إن الحاجات دي بقى عادية عندنا لأن إحنا في مصر ده في مرض دلوقتي موجود اسم كورونا بالضبط ما هو فكرة بقى الوقت وقت كورونا دي يعني المفروض أخاف من كتر ما أنا بحبه أخاف عليه يعني أخاف إنه ممكن يفصل له أي حاجة أي مشكلة سواء معنا دي ليفر بول أو مع المنتخب أنت عارفة إن المرض ممكن حد يبقى شايله بس لسه مش بين الأعراض مش بين الأعراض ممكن إن واحد يصيب الحواليه فطبعاً يعني ده منظر يعني أتمنى إنه متكررش تنين في مصر أكيد طيب نرجع لبطولة أفريقيا ونروح لبطولة 82 وعايزك بتقولي الفروق بقى بين يعني وقت أفريقيا وكنتوا بتستعدوا إزاي وإيه الفرق بين دلوقتي ووقتها شايف أوجه الاختلاف بصي فيه فروقات فنية في الفرق نفسها فرقة قوية جداً 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 في الوقت اللي احنا كنا بنلعب فيه أفريقيا ما كانش الاحتراف يعني انتشر بشكل كبير في أفريقيا فاللعيبة الجيدة كانت موجودة في أنديتها ما فيش لعيبة راحت بقى الدور الإنجليزي والدور الأسباني والدور الألماني النهاردة اللعيب بس عنده 15 سنة 16 سنة ولعيب جيد بيروح أفريقيا بيروح أوروبا بيتاخد على طول فالأندية مش زي زمان زمان كانت اللعيبة الأندية قوية جداً بلعبتها المميزة يعني احنا بطولة أفريقيا 82 كنا بنلعب مع كوتوكو احنا كسبنا كوتوكو هنا 3-0 كسبناهم في 25 دقيقة يعني كابتن جوهري كان قاميها الموديل فانا رحمة الله عليه الله يرحم كان دايماً معاودنا أن احنا لازم الماتش يخلص في النص ساعة الأولانية ننزل نضغط على الفرقة في النص ساعة الأولانية خلصنا خلص الماتش بعد كده بقى يبقى المبارات بقى سجال بيننا وبينهم احنا خلصنا عليهم في نص ساعة أو في 40 دقيقة يعني بمعنى صح هم مسكونا قطعونا بقية الماتش انهم كانت لعبة جندة جداً لعبة كويسة جداً احنا لو ما كسبناش 3 في مصر ما كناش قدرنا نكسبهم منك احنا تعادلنا هناك واحد واحد في كماسي فده الفرق الفني بين أندية أفريقيا النهاردة وأندية أفريقيا زمان أيامينا احنا رحنا طبعاً الفرق بقى في الموصلات يعني احنا رحنا مثلاً فرق من ضمن الماتشات بتاعت السنة دي كان كنا باللعب ريورز الأوغندي في أوغندا وروحنا أوغندا يعني وصلنا أوغندا مثلاً رحنا كينيا عادنا في كينيا وصلنا كينيا من القاهرة لكينيا 12 ساعة ترانزيت والـ 12 ساعة يبدأوا من الساعة 12 بالليل يعني المفروض ان احنا كلمنا للناس سنك عشان يدخلونا نبات ونطلع بدل من حنام في المطار ماردوش يدخلونا كل واحد بقى اللي نام على دكة اللي نام على كنبة اللي نام على بتاعت 12 ساعة وبعدها طلعنا على أوغندا رحنا أوغندا لقينا فيه هناك حرب أهلية وحظروا تجول من الساعة 6 مفيش فنادق فيه أوضة في فندق من الفنادق ووضة تعبانة جداً نام فيها 6 من اللعيبة كان شطة بقى والخطيب ووضة فيها 6 الباقي مش لقيين له مكان ينام فيه البيت البعثة وبيت الإداريين وبيت اللعيبة فشركة النصر هناك موظفينها كل واحد قاعد اللي قاعد بأسرته في شقة كل واحد خد اتنين لعيبة عنده في الشقة يقعد يبات هناك احنا رحنا هناك أسبوع روتوبيس كان يفوت على البيوت دي يلم اللعيبة عشان نروح نتمرن ويفوت يرجحهم تاني على البيوت وقدته ازاي في الماتش ده؟ احنا اولاً لما رحنا المباراة كان هناك المطر المطر في اوغاندا شغال للنهار وحضرتك بتحب المطر؟ انا بحب المطر بس ما حدتوش في الماتش ان احنا كنا واقفين كل واحد قاعد في بركة بمعنى يعني كل واحد قاعد في بركة اتغلبنا كنين سفر لما جينا هنا كسبناهم ستة يعني بدون رحمة ستة هناك ما كناش عارفين بقولك بنيجري في بركة فريق مرعب ده اللي انا اعرف الاهلي وقتها يعني اه طبعاً احنا كنا احنا احنا غلطتين من الديفنس لان مش عارف يشتت الكرة كرة بتنزل ما بتطبش بتقوم نازلة لما اخذها في الطينة في المية تقوم بتزحلق راحة للفيرود يحطها اه فكان امور غير طبيعية كنا بنلعب فيها لما جينا هنا السيد القاهرة طبعاً كان الناس جاية مش مصدقة ان احنا اتغلدنا اتنين سفر اه بس تمتالي بعد الظروف اللي حضرتك حكيتها دي كلها نتيجة منطقية يعني ما هو ما هو انت نشوف حضرتك اللي التلفزيون قال مش هنزيع المباراة الاستاذ اتمال على الاخر اه 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 اموزيعين تاني ان المباراة حتتزيع لان الاستاذ كانت مالة 120 الف متفرج كان العوامية بتاعة النارة دي واقف عليها ناس يعني لما جيب لك الماتش دا وانا عندي الماتش لما جيب لك الماتش دا فوص عوامي دي الانوارة نفسها بتاعة استاذ القاهرة واقف عليها ناس فنزلنا الماتش هناك طبعا مش فريق كوتوكو كان وقتاك قوي جدا يكبت انو كان اه غالب الزمالك قبلها خمسة ايوه ايوه غالب الزمالك اه خمسة سفر اه اه احنا رحنا بقى هناك اه قعدنا في فندق وجوهم صحونا في ساعة خمسة الصبح يوم المباراة اللي قاعدوا يخبطوا عالشبابيك والجمهور وكده اه وروحنا وقفونا قبل اه واحنا رحين الاستاذ استاذ كوماسي رحين اه واقفونا حوالي اه ساعتين قبل الساعتين اللي هم مفروض ان احنا نخش فيهم من الاستاذ اه وان اهل نفسينا بقى كل واحد يطلع لبسه وطلع الشرطة والفانيلا والشراب واسكان بيبقى فيه مساج عشان التسخين والدكاترة اللي بيلف انك الرجلو ساعتين بنبقى موجودين في قط اللبس لكل الاجراءات دي الساعتين دلو وقفنا فيهم برا في الاوتوبيس والكان الجو كان حر جدا لدرجة ان كلنا من كتر الحر العنق اللبسينا كله ما كناش وقفين غير بالشرطات ولما سمحونا نخش سمحونا طبعا دخلنا قبل البدش ما يبدأ بربع ساعة يدوب لبسنا الجزمة والشراب والبتاع ده كل وقت من غير تسخين ما سخناش دخلنا الملعب الحكم بدأ المباراة سنتر الكورة وبدأنا المباراة طبعا على بال ما فوقنا في التلت ساعة الاولانية كان دخل في نجول قلنا بس ده احنا هنشيل كده وما كناش فيين ما زخناش ما عملناش الاحماء اللي هو المفروض يؤهلنا ان احنا نجرس برينت ويبقى يعني يؤهلنا ان احنا ننعب ماتش يعني لما دخل فينا الجول بدأنا بقى نفوق بدأنا نشوف نفسينا لعبنا بقى كتل الحرب او المباراة كتسجال بيننا وبينهم لغاية لما الخطيب جاب الهدف التعادل اكيد وتعادلنا حضرتك انت بتحكي كانك يعني عارف التفصيل كلها كانت انها كانت مبارح وانا الحقيقة مستمتع جدا كان نفسي بفيه وقت اطول ان انا اسمع باقي الحياة الذكريات دي حلوة جدا وبتفرق جدا لما بتتكلم على الجيل الزهبي ده وهو بيقاتل ومهمة اوين الاجيال الجديدة تعرف ده وتسمع الكلام ده انا بشكر حضرتك جدا كابتن محمد وتشرفت بحضرتك النهار ده شكرا شكرا لحضرتك وشكرا لحضرتكم على المتابعة بكرة حلقة جديدة من برنامج السادسة